بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة في الحجرات النهاردة هنتكلم عن في الحجرات والغيرة اللي كانت موجودة في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة النساء بتحب اللي يغير عليها حل موضوع الغيرة وكشعور ده شيء طيب لكن الأفورة فيه هي اللي غلط تخنق سواء ما عند الزوج أو الزوج يعني لكن خلاص الأمر بقى خنيق بالنسبة لي لكن في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغيرة لها معنى تاني الغيرة وما لمثلي لا يغر على مثلك يا رسول الله جائك شيطانك يا عائشة جالك شيطانك تعالوا ما أحكي لكم على كذا موقف ونشوف نهج النبوي في التصرف مع المواقف دي وبقى ازاي وبعدين نسقطها بقى على 22-22 وهنعمل فيها ايه خلينا ما نتكلم عن الغيرة لسيدة عائشة كان يوم السيدة عائشة وكان الصحابة موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام فانا الصحابة وضيوف بيتي فانا بعمل الأكل مين بعت الأكل؟ السيدة مسلمة وكان دايما فيه جابهتين كده في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام جابت السيدة عائشة معاها حفصة معاها السيدة سودة بنت زمعة ومسلمة ومعاها بقى الزوجات فجابت الأكل فطبعا ازاي يعني انتي جاي بقى دفيومي المفروض انا اللبخ يعني فجابت الطبق وفيه الطعام فحطته قدام النبي صلى الله عليه وسلم فانكسر الطبق فأمسك النبي الخادم الراجل اللي جاي يجيب الأكل طبق بطبق وقال ايه كله غارت أمكم غارت أمكم ويا عائشة طبق بطبق يعني اناء وعاء بوعاء يعني كسرت حاجة في عملية الأمر اللي حصل هنا تفهم النبي الله اسمعوا بالخطوات النبي عليه الصلاة والسلام تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لمشاعر الزوجة في الغيرة عالج موقف التفاهم وانا ما هفهم هتصرف صح ما هو ده اللي احنا علي بصوا إدراك وبعد الإدراك أنا فهمت صحة هو وبعد كده هيبقى مشاعر نتيجة للإدراك فييجي السلوك مشابه للإدراك الصحيح فانا فهم صح فهتصرف صح فالنبي تفهم غيرة السيدة عائشة وقال غارت أمكم وخلاص حصل خطأ في الإناء يبقى إناء وعاء بوعاء يبقى هو تفهم تصرف وبعدين أمسك الخادم وتعالى يا ابني ايه روح توكل على الله خد طبق بطبق ده موقف الغيرة التانية الغيرة لما وصفت السيدة عائشة السيدة خديجة وقالت ايه عجوز قد أبدلك الله خيرا منها آه موقف الأولين في الغيرة تفهمناك وتفهمنا مشاعرك والغلط في الحاجات المادية تعوضت أما هنا ده فيه غيبة في حد احنا بنتكلم عنه ومش موجود عنها ماتت السيدة خديجة طبعا انتوا عارفين يعني حلقات كتيرة في موضوع السيدة خديجة يرجعوا لها لكن هنا فيه فيه مش موجود رد غيبته وأقر الحق ولم يستح النبي صلى الله عليه وسلم آه ده أنا زوجتي بقى فأنا مش أتكلم على واحدة ميتة لا 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 ده أفضل درجات البر وأفضل درجات المعاملة السلوكية الصحيحة السوية إن أنا أتكلم على حد مش موجود وتوفى لا وكمان مع الزوجة أنت بقى عاد بقى أنت لسه فاكرة أنت لسه بتحبها لا ولكن النبي أصل الأمر ده الغيرة كانت ما بين الزوجات ده شيء كان معروف وموقف ثالث برضو ليس سيدة عائشة مع السيدة صفية ومع السيدة صفية وبعدين قالت إيه أشارت كده يعني الساس أن هي إيه قصير قالها معناها هي ما تكلمتش سيدة عائشة ما تكلمتش ولكن أشارت بيدها كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلم معناها ما قالتش يا شوري لو مزجت بماء البحر لمزجت لو اتحطت في ماء البحر كده للونت بسبب أن نحن الوصف شئت قلتي إن أنا بنت نبي وعائلتي من الأنبياء وهكذا ونسل بقى سيدنا موسى وسيدنا هروم لكن اللي إحنا عايزين نقوله إيه في مواقف الغيرة دي ذات نفسيها مواقف الغيرة أنا عايزة أقول إن ده شيء طبيعي النبي على السلام في نص الليل أم من جنب السيدة عائشة عميت السيدة عائشة رحت وراء زوجها اللي ماشي في نص الليل ده فسمعته بيتكلم مساجد وبعدين هم بالرجوع فهي لقيته جريت فكان نفسها نفس متلاحق يعني جيت وإستغلت كانها ما طلعتش قالت له يا عائشة أتخبريني أم يخبرني الله قالت له يا رسول الله أنت أمشيت في نص الليل وبتاع فغيرت عليك قالت لها وتغارينا يا عائشة قالت وما لي مثل لا يغر على مثلك يا رسول وبعدين عملتها عملت موقف زكي جدا عملت موقف تحفة جدا قالت له سمعتك تكلم أحد يا رسول الله أعمل إيه بغير الموضوع لما الزوجة تحس أنها أفورت أو أن الأمر بالنسبة لها في نوع من أنواع أو سلوكي كان شديد شوية أو كلمة أسائت لزوجي أرجع مش عيب ودي نهجة أمنا المؤمنين أعيش ودي حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مش عيب مش عيب قولي آه أنا غلط أو غيري دفة الحديث ماذا كنت تقول والله يا جبريل كنت أدعي للأمة وكذا 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 وقعدي أقول لها الموقف اللي دعا فيه للأمة عليه الصلاة والسلام الغيرة حلوة بس عاملة زي السكر لو زودت قوي أو الملح أعمل حاجة حلوة حاطت ملح وبعدين شاء الطراب ده بازت الطرطة وبازت الفطيرة على جيد على فكرة حلو الغيرة ولكن بمواقف وشيء طيب إيه بقى أعرف لإني طبعا حلو حلو إن الزوج يعرف إن أنا لسه في عين زوج ودي من المؤشرات على فكرة النجاح الزواج أنا لسه في دمخ تتأخرت أنت مردتش على الرسالة طب إن كان آه لسه زوجتي أنا في دمخها لكن لما تسكت نقوص خطر النقطة التانية الغيرة برضو من الزوج حلو حلو إنما الزوج يغير على زوجته وده شيء طيب وعدم الأفورة فيها دايما الشيء لما بيزيد عن حده من ألف لضده في حجرة النبي صلى الله وسلم من النهاردة كان إزاي يعالج موقف إزاي تفهم لو في خطأ مادة أو تعويض مادة لو في غيبة إزاي يردها وآخر حاجة إن هو يعرفها ولو أنا عرفت إن أنا أخطأت أرجع عن الموقف جميل جدا جدا الخمس خطوات دولة في معالجة الغيرة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا على نهج حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أزاكم الله خيرا وألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة